سلام عليكم. انا محمد عرام وهنا بنتكلم في كل حاجة تخص السؤال. سلام عليكم. بزيك يا جماعة عاملين ايه? بما ان ده اول فيديو فده هيكوننا المقدمة. بما ان ده هتكون المقدمة فخلونا نحط مع بعض كده شوية او خطوط عريضة اللي هنمشي عليها بازن الله في بقى الفيديو طيب خلونا نتكلم في اول نقطة اللي هي محتوى القناة او هنتكلم عن ايه في القناة هنا? القناة بشكل اساسي ورئيسي هنتكلم فيها عن صيانة الخاصة باللابتوب والديسك توب. ولكن ده ما يمنعش ان شاء الله ان احنا برضو هنتكلم عن صيانة اجازية الابترونية تانية زي الشاشات سواء كانت شاشات كمبيوتر او تلفزيون بمختلف انواعها واحجامها وبردو ان شاء الله بازن الله لوجات فرصة هنتكلم فيها عن الجيم كونسول بمختلف انواعها وبرنداتها زي اكسي بوكس زي نانتندو زي او اي جهاز الكتروني احنا هنقدر نحن نشتغل فيه ونصلحه ده ان شاء الله بازن الله هنتكلم فيه في القناة هنا. لما نجي للنقطة التانية هننتكلم ونقول ان القناة هنا موجهة المين او المحتوى بتاع القناة هنا هيكون باستهدف في ايه فيها. نقدر نقول ان المحتوى بتاع القناة هيكون بشكل اساسي بيستهدف اي حد ده الكارير بتاعه في الوقت الحالي او اي حد ده مجال شغله هو حابب ان هو يزود خبراته او حابب ان هو يزود معلوماته حابب ان هو يكتسب طرق جديدة في عملية الصيانة حابب ان هو يشتغل باسلوب علمي حابب ان هو يشتغل من خلال ده ان شاء الله بازن الله القناة هتكون موجهة بازن الله بشكل اساسي ليه او اي حد مبتدئ او اي حد عايز يدخل المجال ده ولسه مش عارف يبتدي ازاي لسه مش عارف ان هو يبدأ من اين ان شاء الله بازن القناة هنا هتكون برضو بتستهدئ. طيب لو جلنا لهم نقطع لبعد كده اللي هي اسباب ان شاء القناة دي. او ليه انا عملت القناة دي. اه هي بصراحة اسباب كتير جدا ولكن خلانا نلخص الاسباب دي كلها في سعبين رأسية. السبب الاول هو المحتوى العربي. المحتوى العربي خلينا ما نقولش ان هو في ايرا عشان ما نظلمش بس مجهودات الناس معنا. ولكن المحتوى العربي اقدر اقول عليه ان هو المحتوى النورمال. المحتوى العادي الطبيعي. تمام? طيب خلنا نفسر الكلام ده. كتري اين 64؟ يعني انا لو مبتدأ او انا حبيت ان انا ابتدي في المجال ده او اشتغلت في المجال ده. ولسة هبدأ من الصفر. تمام؟ المحتوى العربي هيبدأ معك وايس جدا والكن انا بعد متابعة كبيرة جدا فترات طولة جدا لا متابعة المحتوى العربي هلاقي نفس ان انا لسة في المستوى المبتدئ. ما اتنقلتش للمستوى المتوسط. ولو اتنقلت للمستوى المتوسط هيبقى اخرى كده. مش هتنقل المستوى المحترف. الا طبعا بعض المحاولات القليلة جدا او بعض القنوات اللي هي بتشرح حاجات احترافية. والمشكلة في القنوات دي ان هي حاجتين. يا اما المحاولات بتاعتهم او كمية القنوات دي بتكون قليلة او ان الحاجات دي كلها بتكون مدفوعة. تمام? على عكس على عكس مسلا لما نيجي نبص المجال تاني او اقرب مجال دي هنا مجال صيانة المغايلات. لا هلاقي على على العكس تماما. المحتوى متنوع جدا. عدد القنوات اللي بتتكلم في الموضوع ده كتير جدا. المحتوى بيستهدف كل الخبرات. ممكن يبتدي معاك مسلا من المستوى المبتدأ. تمام. لو انت محتاج مسلا مستوى متواصل. تمام. لو انت محتاج ان انت تحترف. تمام. فالمحتوى متنوع جدا. والمحتوى هتلاقي في كل اللي انت محتاجه. على الرغم ان احنا لو جينا حسبناها حزبة بالمنطق كده ان احنا المفروض المحتوى بتاع سيانة الكمبيوتر او سيانة اللابتوب المفروض قبل المجال ده ولكن العكس هو اللي حاصل تمام ده ده السبب الاولان السبب التاني هو بصراحة سبب شخصي وخلينا كده احكي لك حكاية سريعة عشان تفهم ليه انا عملت القناة كلنا طبعا في البداية خالص بنتجه للمحتوى العربي لان طبعا موضوع ما بيكونش معنا قد كده وبعدين في ناس كتير جدا بيكون معاها موضوع اللغة بيكون عائق فبيتجه للمحتوى العربي انا من ضمن الناس دي بتابع فيديو اللي كان من القناة العربية اا والرجل اللي بقدم الفيديو كانت المفروض ان هي فيها مشكلة اماه تمام اا والمفروض ان هو هيبدأ ان هو يشرح العطل ويبدأ ان هو يصلح ويبدأ بعد كده في الاخر خالص المرحلة النهائية اللي هو يجرب عشان ايه يتأكد ان الموضوع تم حله يعني النجاح فالمحاضرة تقريبا المدة بتاعتها كلها كانت حوالي تقريبا عشر دقايق فالرجل بدأ ان هو ياخد ايسات سريعة كده انا طبعا ما شرحش اليسات بتاعته دي ايه وفي الاخر خالص راح جايب اغير وبعد كده بدأ ان هو يجرب البرده فالبرده اشتغلت فانا طبعا انا من ضمن الناس او واحد من الناس اللي ما بحبش ان هو الموضوع يمشي كده لا انت المفروض ان انت تفاهمني اا ليه غيرت كنترول بروسيسور ايه الاشارات اللي انت خدتها عشان تغير كنترول بروسيسور حكمت على تلف ازاي ايه اللي اوصلك اصلا لكنترول بروسيسور الحاجات دي كلها انا بحب ان انا يعني الموضوع بالنسبة لي لازم يكون قدامك كامل هتقدملي فيديو و لازم يكون الفيديو بالنسبة لي كامل ولا ما تقدموش فعلقتره من التعليقات اتب انت دي غيرت كنترول بروسيسور او ايه لاشارات اصلا لخلطك ان انت تكون عرفت ان كنترول بروسيسور مثلا فيه مشكلة او الكلام ده كله فقال لي لا معلاش ده ده في الدورة المدفوعة لو انت حابب اشترك في الدورة المضفوعة. بس وده كان الكومنت اللي انا من بعده اخدت عهدى على نفسي. لو توفر لي العلم والانكانيات المناسبة. ان شاء الله بازن الله ان انا هقدم العلم ده بازن اللي بشكل كامل يكون مجاني. فاتمنى ان المحتوى بتاع القناة دي يكون اضافة محترمة اه للمحتوى العربي في المجال بتاعنا. وان شاء الله بازن الله هحاول على قد ما قدر ان المحتوى يكون مجاني بشكل كامل. النقطة اللي بعد كده لها هنتكلم بيها او النظام اللي احنا هنمشى عليه ان شاء الله باذن الله في القناة هنا. طيب اول حاجة عايز اتتكلم فيها ان احنا ان شاء الله باذن Za المحادرات الاولى هتقبل المحادرات النظرية بحيث ان احنا نبني اساس للناس كلها بحيث ان احنا بعد كده لما نجي نشتغل عمل ان شاء الله يكون الناس عندها اساس قوي من المعلومات النظرية اللي اهلها ان هي تتبع معي الكلام ده. اول كم محادرة ان شاء الله باذن او اول كم فيديو هنخص بهم اخواتنا المبتدئين. هنتكلم فيهم عن بعض العناصة الالتونية ولكن من وجهة نظر السيانة. ودي هتبقى المبتدئين عشان المبتدئين ان شاء الله يقدروا يطابهم معنا بعد كده الكلام اللي احنا هنتكلم فيه. اه بعد ما نخلص ان شاء الله بإذن المحاضرات النظر هنبدأ بعد كده ان شاء الله الشغل العامل او هنخلي الشغل العامل بيتوازن مع المحاضرات النظر على حسب ما ربنا يسهل. نقطة برضو المهم اللي عايز اتكلم فيها موضوع الوقت بتاع الفيديوهات. اه من بدايتها كده. الوقت بتاع الفيديوهات احتمال كبير يكون اه الفيديوهات طويلة. الفيديو ان شاء الله لو زائد عن ساعة حاول النقاس وأنا لبزينة عشان الناس ما تميلش. اه ولكن الناس اللي هي عايزة مسلا فيديو ثلاث دقيق خمس دقيق عشر دقيق الكلام ده. لأ الناس دي تحاول انها تطول بالها معنا لان الفيديوهات غالبة غالبة هتكون طويلة. النقطة اللي بعد كده هى نقطة التعليقات. انا ان شاء الله بإذن الله حاول ارد على كل الناس وكل التعليقات اللي هتجيني بإذن على القناة. ولكن فيه نوعين من الكومنتات او التعليقات دول انا مش هرد عليهم نهائيا تمام? النوع الاولاني الناس اللي هي بتطلب سواء ملفات بايوز او أو او آآ النوع ده من الكومنتات انا مش هرد عليه نهائيا. احنا فيه عندنا مفهوم مغلوط عامة في الوطن العربي او في المحتوى العربي ان انا ممكن مثلا اشتري جهاز او ممكن اشتري مفاك او ممكن اشتري مبرمجة استسمى الفلوسي في الحاجات دي لكن مش ممكن ان انا اشتري ملف بايس او مش ممكن ان انا اشتري مسلا اسكيماتيكس او بورد فيو على الرغم ان الحاجتين مهمين يعني لا يقل له اهمية الاتنين زي بعض بالزبط انت بتستخدم الافميتر عشان يساعدك في حل العطال او عشان تاخد اياسات نفس الفكرة انت تشتغل بالبورد فيو او عشان تقدر تقرأ البورد ده وتعرف المكونات اللي موجودة عليها والخطوط راح فين وجاية منين والكلام ده كله فرجعنا يا جماعة استثمروا في الحاجات دي مفيش اي مشكلة انت شغال الكرير ده بيدخلك فلوس فما فيش اي مشكلة لما تستثمر فيه جزء من الفلوس دي عشان ان انت تطور نفسك ودي حاجة بطبة مهمة جدا تاني يا جماعة من التعليقات اللي انا مش حادر ارد عليه الناس اللي بتطلب حل عطال يعني مسلا واحد يجي يقول لي لاب فلان الفلانة او الموديل فلان الفلاني في مسلا عطلة باور في عطلة داتا ما بيشحنش ايا كان وبيطلب ان انا هحلله المشكلة دي لأ اسف مش هقدر هحللك المشكلة دي الاكتر من سبق اول حاجة اه الموضوع هياخد وقت كبير جدا مني ومنك وده مش متاح بالناسبة لي تمام غير الارهاق الزهني والبدني علي وعليك فالموضوع هيوبة صعب جدا وهنفترض ان انا قبلت معاك الكلام ده الموضوع موجودة قدامك انت وزي ما بقوله كده اهل مكة اضرب اشعبها انت ممكن اصلا يكون مسلا حل اللغز كله او حل العقل كله ممكن يكون فيه كوروجين او اكسادة في منطقة معينة انت مش واخد بالك منه وفي نفس الوقت عشان الموضوع مش قدامي انا مش شايفها وهو ده اساسا يكون حل المشكلة فالموضوع لا هيكون صعب غير كده وكده لو انا برضو قبلت برضو هنفترض ان انا قبلته وان انا هساعدك مثلا اولاين وحب ان انا اتابع معك اشاراتها هنيجي مسلا اه وصلنا فلان الفلانة ده في مشكلة وعايز يتغير هتيجي تقول لي ما عنديش طب اسف ما انا مش قدر اكمل معاك يب احنا ضيعنا وقتنا على الفضل فلا الموضوع هيكون صعب جدا يا جماعة ان انا اتابع مع حد اعطال او احل الحد اعطال لان الموضوع عمره ما هيجي بالطريقة دي او هينفع بالطريقة دي اه غير كده ان انا عايز ان انا يعني الهدف اصلا من القناة بالكامل او الفيديوهات بتاعتي بالكامل اللي انا هقدمها لك ان انا عايز اعلمك ان انت تحل العطل بنفسك انا مش عايز ان انا حلي لك عطل وتروح تحسب الزبون وتفرح بالموضوع ده على كده وخلاص انتهى الموضوع على كده لكن انا كل اللي فيه ان انا عايز اعلمك ان انت تحل العطل بنفسك انت تكتشف الاعطال بنفسك الحاجة الاخيرة اللي انصح الجميع بها خاصة المبتدئين دراسة العناصر الالاقدرية كواهس جدا. اه لان احنا الصيAndrewsات نافعة اجهزة الالاقدرية. الآ LinkedIn هي لو就能 قلاتنا الاشياء الطويلة. ولما نتكلم عن الالاقدرية الاقدرية فテ بتاعة المهندس والد عيسى تدخل على يوتيوب تكتب ولد عيسى وتدخل على العملياتي باسم دولة الالاقدرية العملية تقريبا حوالي من الو toutes محاضرة. انصحكم ان انتوا اتبعواها. حاجة محترمة. محتوى محترم وقيم جدا. فاهمكم يعني يا الناس الالكترونية. وبرضو بخصوص الدورة دي. في حاجات كتير جدا مش هتلزمنا كفانين سيانة. يعني حاجات بيحتاجها الناس الاكاديميين اللي هي بتدرس في المعادة والكليات الالكترونية. لكن احنا مش مطالبين بالكلام ده. فانصحكم بشدة ان انتم تتابعوا دورة والد عيسى. لانها هتساعدكم جدا جدا جدا. وهتوفر عينا وقت كتير جدا. فان احنا هنشرح الحاجات دي تالي. اخيرا ان شاء الله بإذن الله خلال الفيديوهات اللي جاية الكم فيديو اللي جايين هتكلم فيهم معنا العناص الابتونية دي المبتدين. ولكن من وجهة نظر السيانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.